استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجيبر الصباح لدى وصوله مطار القهرة الدولية واستحب الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد إلى قاعة كبار الزوار بالمطار وفي قصر الاتحادية أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة أمير دولة الكويت وعزف السلام الوطني للبلدين ومن المقرر عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبو التعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية ومن المفترض أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليد أمير الكويت بأعلى وسام مصري ترجمة نانسي قنقر